الحلقة بتخيل الحلقة استثنائية أنا تعلمت اللغات منذ المدرسة أنا كنت دائما مهتم باللغات ولكن كورس واحد لا يكفي لحتى تستطيع تتكلم اللغة العربية بهذا الشكل ماذا فعلت بعدها؟ شو أصعب؟ تعلم اللغة العربية ولا تعلم اللغة الألمانية؟ أنا استضافت مدر ومدر شخص من ألمانيا تعلم اللغة العربية وحاب يحكيني على تجربته كيف تعلم اللغة العربية وشو الصعوبات الواجهة بتمنى لكم مشاهدة لطيفة خليني نبلش يلا مرحبا و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر واليوم الحلقة بتخيل الحلقة استثنائية لأنه ضيفته بهاليوم شخص كان معنا بالبودكاست قبل بمرة وكانت الحلقة ولكن ما كانت باللغة العربي وإنما كانت بلغته الأم اللغة الألمانية هذا الشخص حب أو قدر عن طريق رغبته باكتشاف اللغة العربية وشي من هويته لأنه هو كمان شخص عنده جزور عربية حب مع الوقت ومو بأيام الصغر وإنما بعد ما كبر وبعد وتقريبا بعمر 18 أو 19 سنة حب يتعلم اللغة العربية ومع السنين قدر بشكل أو آخر يحكي اللغة العربية بطريقة كتير جيدة هو ما بيحب يقول أبدا أنه أنا شخص بحكي اللغة العربية بطلاقة ولكن أنا بشوف أنه هو قدر يتعلم اللغة العربية بطريقة كتير صعبة للناس اللي كتير هنا للناس اللي بتعيش بألمانيا بالذات اللي بتحاول تعلم اللغة الألمانية وبتقول أنه اللغة الألمانية كتير صعبة هو عنده آآ يعني هو عنده وجهة نظر ثانية وخاصة لأنه هو كمان بيعرف هذا الشيء بالظبط لأنه هو تحاول يتعلم اللغة العربية كمان بالكبر وهو أساسا ما كام ببلد عرب وإنما تعلم اللغة العربية بألمانيا أنا بتشكر بتشكرك كتير مضر أنك اجيت لعندي عن المكتب وحابب تعمل اللقاء معي و أهلا وسهلا فيك أهلا بكم شكرا دانكا 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 مضر بتحب تعرفنا عن حالك مين أنت من وين من وين أنت قديش عمرك شو بتشتغل شلون شلون بتعيش بأي مدينة بتعيش فضل آآ نعم أنا اسمي فيليب مودار اسم رائي آآ لدي اسمان يعني فيليب هو اسم يوناني ومودار هو اسم عربي آآ أنا لا أتكلم اللغة اليونانية يعني فقط الاسم يوناني آآ نعم أنا أعيش في مدينة كولن هي مدينة في غرب ألمانيا آآ نعم آآ عمري آآ إثنة وثلاثون سنة آآ نعم آآ كما قلت يعني آآ أنا أهتم أنا مهتم باللغات اللغتي الأم هي اللغة الأمنية فقط أنا تعلمت اللغات منذ المدرسة أنا كنت دائما مهتم باللغات نعم وما زلت مهتما وشو الشغل اللي بتشتغله نعم أنا مدرس اللغة الأمنية للبالغين أنا قبل قرونة درست يعني عملت كمدرس تقليدي ويعني بسبب الظروف أنا أدرس رقميا حاليا أنت بتدرس البالغين الأجانب اللي حابين يتعلموا اللغة الألمانية مضبوط ليس كلهم يحبون تعلم اللغة الكثير منهم يعني يتعلمون اللغة بسبب يعني الجوب سنتر يجبرونهم يعني الدولة ولكن نعم معظمهم يحبون تعلم اللغة نعم بصراحة أنا الكلام نحن بنقول اللي حابين يتعلم اللغة الألمانية بنقصد فيها بصراحة مو ضرورة الحب بشكل محدد ولكن ولكن لكن أنت عرفت تعطيني الجواب الصح أتمنى أن كل الأشخاص يحبوا يتعلموا لأن الشخص يحب شيء يقدر يتعلموا بسرعة نعم ما رأيك؟ ليس دائما يعني كلمة أنت تقصدين السرعة أليس كذلك؟ نعم هي كلمة خاطئة يعني يعني كفاليش نعم نعم خاطئة خاطئة نعم أو خطيرة خطيرة نعم كلمة سريعة أو سرعة كلمة خاطئة جدا آم ولكن بشكل عام الشخص الذي يحب أي شيء آم سينجح في كثير أشخاص آم ممكن ما تقدر تتخيل أنه أنت كشخص ألماني ولكن اسمك مضر آم بتحكي اللغة العربية وأنا بتخيل أي شخص هاللي عم يسمعنا عم يقدر يفهمك مية بالمية بدون أي مشاكل لأنه نطقق للغة العربية كمان متى كثير صحيح متخيل في كثير أشخاص كمان من بلدان مختلفة عرب اللي حيسمعوا لغتك وحيقولوا أنه أنت تحسن تحكي اللغة الفصحة أحسن مني نعم أنا أسمع ذلك أحيانا نعم هذه المجاملات نعم فبتحب تقلنا مضر كيف أنت بلشت بسن 18 أو 16 سنة بتعلم اللغة العربية شو اللي جذبك لتتعلم اللغة العربية بما أنك أنت قلت لنا قبل شوي أنه أنت كنت بتحب اللغات نعم فأنت تعلمت اللغات من سن صغير بالمدرسة وبعدين مو بسن صغير يعني أنت كنت تقريبا 19 سنة تقريبا لحتى صدت لأنه تقول أنه أنا حابب بتعلم اللغة العربية نعم أنا في ذلك الزمان أنت أنا كنت طالبا في جامعة منهيم في مدينة منهيم هي في جنوب ألمانيا جنوب غرب ألمانيا في ذلك الزمان درست الإدارة مسمي ذلك الإدارة في ألمانيا ونعم أنا كنت دائما كما قلت مهتما باللغات وأنا قررت أن أزور دورة تعلم اللغة العربية في ذلك الزمان هذه كانت البداية وأنا تذكر بالضبط المدرس دخل الغرفة دخل القاعة وقال مساء الخير وأنا كتبت فورا كلمة مساء الخير فورا فورا كلمتي الأولى بالعربية بأي لغة كتبت مساء الخير؟ يعني الخط أنا كتبته باللاتني الخط اللاتني وأنت بدأت بتعلم اللغة العربية في هذا الدرس أو في هذا الكورس طبع اللغة في الجامعة نعم تمام ولكن كورس واحد لا يكفل حتى تستطيع تتكلم اللغة العربية بهذا الشكل ماذا فعلت بعدها؟ في الحقيقة كانت الدورة تعلم اللغة العربية ضعيفة جداً يعني المدارس والمعظم الجامعات في ألمانيا في تدريس العربية لديهم نفس النظام مثل يعني لكل اللغات إذا أردت تعلم الإنجليزية هم يعني سوف يقولون أوكي لدي سجلسة واحدة في الأسبوع هذا سيكفي لا يمكننا نقوم بذلك إذا تعلمنا لغة مثلاً فقط مسألة الخط يحتاج إلى كثير من الوقت أنا كنت منشغلاً أنا أظن لفترة السنة كاملة كنت منشغلاً بالخط فقط ستة أشهر فقط لإتقان اللغة لا يمكنني أن أقوم بالنفس الشيء بالإنجليزية أو بالفرنسية العربية يحتاج إلى مبادرة خاصة أنت الآن أفتني إلى النقطة مهمة كثيراً وهي نقطة الخط العربي بالضبط بالنسبة لي كشخص تعلم بشكل أو آخر في مراحل الأولى من المدرسة اللغة الإنجليزية وكتابة الخط اللاتيني فكانت بالنسبة لي ليست بالصعوبة الهائلة تعلم الخط باللغة الألمانية ولكن النطر كانت صعوبة ولكن بالنسبة لك كشخص كان يكتب طول حياته بالحرف اللاتيني وعندما رادت علم اللغة العربية فكانت هناك عدة مطبات وليس مطباً واحداً وهو اللفظ هو بشكل عام وهو شيء صعب جداً ولكن موضوع الخط كيف تعلمت الخط وكيف كانت بالنسبة لك هل استطعت تحليل هذا الخط أو استطعت أن تفهم كيف يكتب الشخص بالخط العربي أنا أتذكر قبل قبل أن بدأت في هذه الدورة أنا أتذكر كنت في مدينة باقش الأطبخ في باص وأنا كنت صغير في السن يعني 15 سنة تقريباً وأنا رأيت شخصاً كبير في السن وهو كان يقرأ جريداً بالحروف العربية أنا أتذكر ذلك بالضبط وهذا كان شيء يعني خاصاً جداً بالنسبة لي يعني أنا رأيت هذا الخط عادةً نحن في ذلك الزمان لم نرى الخط العربي أظنه في معظم المدن في ألمانيا الآن يعني بعد هذه السنة أنت ترى أحياناً المطاعم الخط بسبب المطاعم ولكن بشكل عام حتى الآن الجرائد بهذا الخط نادرة جداً أوكي أنا أتذكر ذلك وأنا قلت لنفسي مع الوقت أوكي أود أن أتعلم هذه اللغة ونعم أيضاً هذا الخط هناك بعض المتعلمون اللغة الذين يتعلمون اللغة بنون الخط العربي موجودون أنا أعرف الكثير من الأشخاص الذين يتكلمون اللغة العربية بالشكل جيد تقريباً ولكن لا يستطيعون القراءة أو الكتابة لماذا؟ لأنه صعب نعم هناك مشاكل هناك مجالات مصادر لمشاكل مختلفة مشكلة الأولى هي عدم التشكيل وهي أهم المشكلة عدم التشكيل هذا شيء بالنسبة لنا غير مفهوم أنا أتذكر هناك اقتباس من متكلمة العربية كلغة الأم أظن أنه شاعر وهو كان شاعر وهو قال أو كتب الشعب العربي هو الشعب الوحيد يعني تقريباً هو كان الإقتباس تقريباً هكذا الذي يجب عليه أن يفهم قبل القراءة وليس خلال القراءة والمقصود هو يجب عليك أن تفهم القواعد والكثير من المفردات قبل أن يمكنك تفهم معنى أو معاني الجمل وهذا شيء غريب يعني أنت إذا أردت ذلك يمكنك قراءة مثلاً نصاً بالإيطالية ممكن أنك لا تفهم أي شيء ولكن يمكنك قراءة على الأقل واللغة أيضاً لا يمكننا ذلك في العربية حتى اليوم أحياناً أنا أقرأ الرسوس وأنا لا أدري أنت لا تستطيع قراءة النص لأنه ليس بالتشكيل أو عندما يكون حتى مشكل لا تستطيع قراءته في البداية نحن نقول دائماً التشكيل يساعدنا كثيراً كثيراً يعني مثلاً كلمة سرير إذا رأيت كلمة سرير بدون تشكيل لا أدري هل علي أن أقول سرير 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 لا أدري لا أدري يعني مع الوقت الأمر يصبح يعني عادياً ولكن هذا يحتاج إلى التمرين وهذا الشيء أيضاً لديه معنى باللغة الألمانية وهو شعور البطن أنا تقيم باللغة العربية الآن يسألون أنفسهم مع شعور البطن ولكن باللغة الألمانية هناك شيء يعني شعور داخلي لديك هو الذي يحسسك أوكي هذه الكلمة يجب أن تلفظ بهذا الشكل ومن هناك يستطيع أن يقول للشخص أنني أستطيع التحدث باللغة باللغة معينة بمرحلة جداً متقدمة كما يتحدث بها المتحدثين باللغة الأم تقريباً اسم أجنبي يوناني الأصل وأسم عربي هل تستطيع أن تحدثنا قليلاً عن هذا الشيء؟ نعم في الثقافة الألمانية أو الثقافات الناتقة بالألمانية هناك ثقافات مختلفة يوجد أو توجد الكثير من الأسماء من لغات أخرى من لغات أجنبية كريستيان شتيفان فليب و نعم أصل هذه اللغات عادة اللغة العبرية أو اللغة اليونانية ونعرناً لغات أخرى مع الأسف معظم الناس الناتقون بالعلمانية لا يعرفون معاني وأصول أسماءهم مع الأسف أنا لم أفهم ذلك أبداً ولكن يمكنكم أن تسألوا أي شخص ناطق بالعلمانية كالوغد الأم ما معنى اسمك ومن المحتمل أنه سوف يقول أنا لا أدري أنا لا أدري وهذا يحتاج اليوم نحتاج فقط إلى جوجل يعني أنت تابعت على جوجل وبعد دقيقة سوف تجد النتيجة يعني لا يوجد شيء معقد في هذا المجال نعم فليب اسم عملي جداً إذ أنه سهل جداً في اللغة في نفس الوقت هو اسم معقد إذ أنه صعب في الكتابة لماذا؟ يمكنك كتابة الاسم مع دبل بي في نهاية و دبل أل في منتصف الكلمة وهناك يعني خيارات كثيرة نعم خيارات كثيرة ولذلك أنا أخترت في مثلاً في الإنترنت إذا أدرس اللغة الألمانية لنلاتق بالعربية أنا أستخدم عادةً في الكتابة مثلاً قناتي على اليوتيوب أنا أخترت الاسم مودار السمرائي وليس فليب السمرائي أنا فكرت كثيراً في ذلك الموضوع وقررت استخدام فقررت أن أستخدم اسم مودار إذ أن المشاهدين معظمهم يعني يتكلمون العربية العربية نعم الكثير من المشاهدين أو المستمعين الذين سيستمعون لهذه الحلقة سيسألون أنفسهم أوكي ولكن مودار أو فليب شكله لا يوحي بأنه شخص كشخص عاش أو ولد في ألمانيا أنه ألماني أنت شخص لديك أصول من بلد آخر لذلك هل كان هذا الشيء هو حافظ لكي لتعلم اللغة العربية؟ أه في الحقيقة لا يعني لم يكن الأصول دافعة في تعلم هذه اللغة الكثير من الناس يعتقدون ذلك ولكن ممكن أن في اللوعي يعني هذا كانت نقطة أو نقطتين ولكن في يعني من مجهة نظري كما أتذكر هناك مثال يعني أسرتي من ألمانيا ومن ملاد الرافدين نعم لدي أسر مختلفة أو أسرتان مختلفتان وأنا لم أتعلم اللهجات أو لهجة بلاد الرافدين حتى اليوم إذا أسمع هذه اللهجة أنا أفهم قليلا جدا قليلا جدا ومن أنا أظن هذا يعني دليل أنني لا أهتم كثيرا ب يعني لا يوجد سياق بين الأصول أو ليس سياق قوي بينهم الأصول ويعني دافعي في تعلم اللغة العربية أظن ذلك يعني تستطيع أن تقول أن دافعك كان شخصيا يأ مئة في مئة هناك دافعات مختلفة الدافع الأول كان نغم اللغة يعني هناك أصوات في اللغة العربية الفسحة أنا لم أجدها مثلا في الفرنسية والإنجليزية في الهولندية القاف الحرف ض الحرف ض أيضا يعني وجود العين العين أيضا يعني أنا أحب ذلك دائما اللغات نسمي ذلك في العلمانية يعني أنت تسمع أشياء غير موجودة في لغتك غريبة 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 نعم أنا أتذكب بالضبط هذا كان دافعي الأول في ذلك الزمان نعم طيب مضار كيف قدرت بشكل أو آخر الآن أنت عمرك 32 سنة يعني هذا الكلام يعني أنك بدأت في تعلم اللغة قبل 14 سنة ولكن أنت لم تتعلم اللغة خلال 14 سنة بشكل مستمر وإنما بشكل متقطع كما قلت لي في الحديث السابق لذلك ما الأشياء التي ساعدت مضار على تعلم اللغة العربية بشكل جيد غير الدروس والكورسات التي زرتها أظن التواصل مع الناس أنا أجبر الناس إلى تحدث العربية الفسحة دائما يعني ليس لي حلاً ليس لي حل آخر وثانياً أنا زرت في ذلك الزمان صلاة الجمعة في مساجد ناطقة بالعربية داخل ألمانيا وهذه ليست يعني لم تكن بصدفة أنا أخترت ذلك في الإنترنت هناك موقع اسمه موشيزوغ ويمكنك أن تبحث عن المساجد في ألمانيا في مدينتك وأنا حاولت دائماً أن أختار المساجد ناطقة بالعربية دائماً لكي أتدرب على يعني إتقان اللغة تتدرب على الاستماع هل حاولت هناك كما أيضاً التكلم مع بعض الأشخاص التي تستطيع أن تعمل محادثة؟ أنا أتذكر كان هناك بعض الطباء من ليبيا في مسجد في مدينة منهايم نعم وأنا كنت دائماً أتحدث معهم في ذلك زمان إما بالعربية أو بالألمانية هناك دائماً صلاطة بين الرغتين يا رائع أزوم أنا بتصوري أن هذا الشيء كان بالنسبة لك شيء جداً لكي تتعلم اللغة العربية وأنا متأكد أيضاً أنه عند سماعك تتحدث اللغة العربية من أشخاص يتكلمون اللغة العربية كلغة أم كانوا أيضاً يقولون واو ما شاء الله وما إلى هنالك هل صادفتك أية مشاكل أو حوادث لطيفة من ناس لم يكنوا يعرفون أنك تتكلم اللغة العربية وعندما تكلموهم مع بعضهم باللغة العربية أنت فهمتهم وقلت لهم أنا لأتكلم اللغة العربية هل أنت تقصد يعني الإهانات مثلاً؟ ليست إهانات ليس بالضرورة يكون إهانات ممكن أن يكون أيضاً حديث عابر وأنت وكنت بجانبهم وهم يتكلمون عنك باللغة العربية ولكنهم لا يعرفون بالأساس أنك تتحدث باللغة العربية هذا ما يحدث دائماً في الدروس عندما أدرس الألمانية للبالغين أنا أتفادى تكلم اللغة العربية في الصف هذا مبدأ مهم وأحياناً أحاول أن أدرس في صفوف أخرى يعني مثلاً إذا كان هناك مدرساً مريضاً وهم يكتبون دائماً يعني إيميل أوكي هل هناك وكيل لي؟ أنا أحاول دائماً أن أدرس في هذه الدروس إذ أن الناس لا يعرفونني وأنا أود يوماً ما أن أجلس بينهم يعني أنا أخطط ذلك حالياً وحتى الآن الشيء الذي أنا أقوم به يعني أنا أصل إلى الصف وأنا أتكلم بالألمانية فقط وهم يتكلمون بلهجاتهم نعم وأنا أفهم كثيراً أن أعتقون بالعربية أنا أفهمهم يعني عادةً أن أعتقون بالفرنسية أيضاً هذا دائماً مفيد هذا مفيد في التدريس أيضاً نعم هذا دائماً مفيد شيء حتى الآن أنا أحياناً أنا مررت بأشياء سلبية أيضاً سلبية أيضاً يعني أنا سمعت أوكي هو قال لي شيء سلبي جداً هذا حدث أحياناً إلى أي منحة شيء سلبي؟ هل كان بمنحة الشتم؟ أو كان بمنحة الحديث عنك بشكل سيء؟ تهديد يعني ليس تهديد بمعنى هذا لم يكن المقصود ولكن بعض الناس يستخدمون التهديد كإهانة فقط وأنا مررت بذلك يعني في هذه الدقيقة هذا ليس يعني أنا أتمنى أن لم أفهم ذلك في ذلك الدقيقة إذ أنه لا يمكن لم يكن أي شيء لم يكن أي مشكلة بيننا في الحقيقة فقط هو كان يشعر سلبياً بسبب أي ظروف أنا لا أدري وهو أراد فقط أن يقوم بذلك بدون أي هدف يعم يعم عندما تمر بهذه الظروف أو بهذه المواقف هل تقول للشخص أنني أفهم عليك؟ وأنني فهمت ماذا تقول وأنا أيضا أتحدث اللغة العربية؟ أو تتركهم ذو؟ يعني أنا دائما أقوم بنفس الشيء بالألمانية ألا وهو أنا أسأل الناس لماذا قلت ذلك؟ يعني دعني أفهم إذا أردت ذلك إذا أردت أن أقوم بأي إجابة أنا أحاول دائما أفهم الناس يعني عادة أنا لم أسبب المشكلة عادة لذلك ما هي الظروف التي سببت قولك؟ دعني أفهم وذلك بعد ذلك نفهم المشكلة بشكل أعمق بشكل أدق وعادة المشكلة ليس بيننا بين العلاقة ولكن الظروف مضار هل تفهم مثلا عندما تسمع أغاني عربية؟ معظم الأغاني أنا لا أحب أن أسمعها لماذا؟ ليس بسبب اللغة هناك أنواع مختلفة في الأغاني في الموسيقى والكثير من الناس من أوروبا لا يمكننا أن نستمتع بالأغاني هناك نوع مختلف أنا لست خبيرا في هذا المجال ولكن النغمة لا يمكننا أن نسمع ذلك لذلك أنا لم أحاول كثيرا ولكن أظن معظم الأغاني في اللهجات ليس كذلك؟ لذلك أنا لم أفهم كثيرا أنا أسألك هذا السؤال لأنني أعرف أن أي شخص يتعلم لغة جديدة يحاول التعلم عن طريق الأغاني وأن يسمع الأغاني بهذه اللغة كي يحاول فهم اللغة يحاول الحصول على كلمات جديدة على أشياء تقال بهذه اللغة بشكل أو آخر فالأنشيد أنا أتذكر كان هناك بعض الأنشيد نعم وأنا سمعت إليهم في ذلك زمان قبل سنوات أنشودتين وأستطعت فهمهم نعم نعم أنا أتخيل أن الأنشيد تاعمة بتكون باللغة العربية الفصحة نعم لذلك هي سهلة الفهم أسهل سهلة الفهم بين قوصين في الحديث باللغة الألمانية أنت قلت لي أو شرحت لي قليلا عن تعلمك للغة العربية عن طريق القرآن الكريم فهل تستطيع قول ذلك أنه مرة أخرى ولكن باللغة العربية نعم أنا أتذكر في 2006 و2007 أنا كنت دائما مبتدئا في تعلم اللغة العربية خاصة في تعلم النطق تعلم الحروف وأنا سألته صديقا اسمه معيس محمودي نعم هو تونسي وهو كان المساعد الأول الحقيقي في طريقي إلى إثقان الوغة العربية لماذا؟ أنا مثلا قرأت صورة من القرآن الكريم وهو قام ب تصحيح تصحيح وهو صحح لي وهذا كان مساعدة كبيرة لماذا؟ أنا قلت لها معز أنا أدرك أن تصحيحني بشكل شديد أنا لا أحتاج إلى المجاملة خاصة في البداية أنا أعلم في كل المجالات ليس فقط في مجال اللغات إذا لم تفهم المبادئ هذا الأمر سيبقى دائما مشكلة دائما دائما لذلك أنا تعلمت بشكل بطيع جدا جدا ولكن أيضا بشكل دقيق كل الحرف يعني أنا أتذكر بعد ستة أشهر أخيرا نجحت في إتقان لفظ الحرف ح ستة أشهر يعني وأنا أسأل ذلك للمشاهدين المتعلمون المتعلمين باللغة الألمانية مثلا هم يقولون لدينا مشاكل في الأملوت وأنا أفهم ذلك في نفس الوقت أنا أسأل كم مرة حاولت أن تقوم بتدريب على إتقان الأملوت فقط كم مرة؟ كم ساعة؟ عادة يعني معظمهم لم يحاولوا ذلك يعني التركيز على إتقان اللفظ فقط لمدة ساعة في الأسبوع مثلا هناك مدربون هناك مدربون للفظ الحروف فقط أيضا في ألوات الألمانية هم موجودون خاصة في هذه الأيام أيام لدينا الإنترنت يمكنك الآن أن تواصل مع هؤلاء الناس عبر الإنترنت يعني أنت ستفهم ويمكنك أن تتقن الأملوت بدون مشكلة بدون شكل الأمر أصبح الأمر الآن أسهل بكثير لذلك لا يمكنني أحيانا بعد السنة في تعلم اللغة الألمانية أو سنتين يسألون هل هذه الكلمة مع الأملوت أو بدون أملوت وهذا الدليل أنهم لا يسمعون أي فرق وهذا ليس جيدا أنا لا أسأل عادة أنا لا أسأل هل هذه الكلمة بكاف أو قاف عادة بحا أو ها عادة نادر أن أجد مرة في السنة أو مرتين لماذا؟ أنا وضحت ذلك المبادئ دائماً تمام وأنا أستطيع فهمك بشكل بشكل واضح مئة بالمئة لأنه أو لأنني أنا نفسي بتعلم اللغة الألمانية أخذت الكثير من الوقت حتى أستطيع أن أوصل لمخارج هذه الحروف كي أستطيع أو نطقها بشكل جيد حتى يستطيع الطرف الآخر فهمك أيضاً بشكل جيد مدار هل تستطيع أن تقول لنا بمختصر ولكن أيضاً أن تأخذنا معك بهذه الرحلة لتعلم اللغة العربية كيف ساعدك صديقك بتعلم بعض الصور من القرآن أو كيف أنت نطقت هذا الشيء أو إذا كنت تستطيع أو أيضاً قول بعض الصور من القرآن أو بعض الآيات نعم بعض التفاصيل أنا أتذكر لقد جلسنا في مسجد في مدينة مانهيم وأنا قرأت أظن في بداية سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وأنا أذكر الأصب كانت الفاتحة إذ أنها أطول من سورة الإخلاص حسناً أعوذ بالله من الجدعان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه الآية لم تكن أي مشكلة بالنسبة لي الرحمن الرحيم سهلاً مالك يوم الدين سهلاً إياك نعود وإياك نستعين لمشكلة إياك نعود وإياك نستعين إياك نستعين لمشكلة و الآن سرعة الذين أنعمت عليك غير المغضوم عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم نعمت عليهم سرعة الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين هذه كانت طويلة أنا أتذاكر بالضبط هذه أخذت ساعات ساعات نعم أنا أتذاكر هي كانت أصب أحياناً حتى اليوم يجب عليها أن أركز جيداً فقط إذ أنها طويلة أنا أتذاكر ولكن هذا الشيء أنا لا أدري إذا كان هذا الشيء عادياً ولكن الكثير من الأيات فهمها بشكل سطحي فقط سطحي جداً أنا أظن الفهم ليس صعباً بشكل سطحي أنا لست مفسراً ولكن أنا أتذاكر كنا في الصلاة سمعت إلى صورة للمرة الأولى في حياتي وأنا فهمت يعني المعنى السطحي نعم أنا أتذاكر ذلك نعم معز صححني بشكل جيد ونعم في الحقيقة أحياناً هذا مزعج أن أنت تقرأ شيئاً أنت تقول شيئاً وهو يصححك مرة مرة ثانية وأحياناً أنا تساءلت هل هو شخص سادي نعم هذا ما يحدث أحياناً ولكن هذه فقط التعلم التعلم هو شيء من النمو والنمو أحياناً نعطينا نعم يؤلمنا ويساعدنا في نفس الوقت نعم وأنا أتذاكر أنا أتذاكر إذا تعلمت الحروف ونطقها نطقها أنا لدي مشاكل إذا شخص ناطق العربية لا يتقن الحروف بشكل فسحائي يعني ليس في مثلاً أنا أتذاكر كان هناك طالبة تعلم الوقت الأمانية في صف آخر وهي سألتني أظن باللهجة أنت أستاذنا وأنا ظننت هذه كانت اللغة الروسية أستاذنا هذا حدث قبل ستة أشهر قبل كورونا أنا أتذكر ذلك وفقط بعد دقائق بعد دقائق أنا فهمت حدث قبل كورونا المقصود هو أستاذنا نعم أستاذنا نعم لذلك أنت تلاحظ الآن المشاكل إذا نجحت في تعلم أي شيء أو الكثير من الشيء في العربية أوكي الحمد لله أنا نجحت أوكي أنت نجحت في أي شيء وبعد ذلك أنت تسمع الناس يقولون يعني يلقنون أشياء أخرى وأخياء أخرى هذا مشكلة جديدة يعني هل يستطيع مدار تحديد المشكلة في تعلم اللغة العربية؟ هناك كثيرا يعني كما وضحت الفرق في اللفظ اللهجات اللهجات فيما يتعلق اللفظ اللهجات فيما يتعلق المفردات أنت قبل قليل أنت بلشت وأنا أتذكر أنا لقد تعلمت هذه الكلمة قبل سنة عبر الإنستغرام كان هناك شخص مرتعب يسألني أي شيء من أين؟ ليس من أين؟ من أين أبلش؟ وأنا بحثت عن هذه الكلمة في القاموس أبلش يبلش وأنا لم أجد هذه الكلمة لم أجد هذه الكلمة بعد ذلك أنا كتبت الإجابة ماذا تعني كلمة بلش؟ نعم أنا بحثت عن هذه الكلمة لم أجدها في القاموس وهو قال بمعنى بدأ يبدأ نعم هذا هو الفرق في المفردات أنا أتذكر أنا كنت في مدينة هيرلبرك هي جانب مدينة منهم وهناك معهد لتعلم اللغات السامية مثلاً اللغات العبرية اللغات الأعرامية وكل هذه اللغات وأنا مهتم جداً في تعلم عن اللغات السامية واللغات السامية نفسها وأنا أتذكر كان هناك أستاذ يعني مدينة يعني مدينة وهو مختص في اللغات السامية العربية الأعرامية العبرية أيضاً أنا لست خبيراً في هذا المجال ولكن أنا فهمته أنا فهمته في الكثير ليس كل ولكن أو ممكن في كل اللهجات أنا لا أدري اللهجات العربية يوجد تأثير أو آثار من اللغات السابقة من هذه الغيون منطقة منطقة وهذا الشيء هذا الشيء جديد بالإفتمام من وجه النظرية مثلاً كلمة بلش أنا أتسأل من أين أتت هذه الكلمة حالياً أنا أتسأل ذلك أولاً أعلم هل هي من اللغة العبرية الأعرامية أنا لا أدري ولكن أنا أجد هذا الشيء أصول اللغات وأصول الكلمات هذا هوية أيضاً أنا أتسأل دائماً نحن الآن في مدينة دوسبرق أنا أتسأل من أين أتت؟ أو من أين أتت اسم دوسبرق أنا أتسأل ذلك إذا عشت في أي مدينة أنا دائماً أود أن أعلم من أين أتت هذا الاسم ما هو اشتقاق هذا الاسم؟ هذا أيضاً هوية يعني بالمجمل العام مدر لديه مشكلة عند تعلم اللغة العربية باللهجات عن طريق المفردات التي يقولها صاحبين هذه اللهجات وعن طريق أيضاً اللفظ لأن اللفظ أيضاً يختلف اللفظ هل هذا صحيح؟ لديه سؤال أنا تعلمت في المعهد المذكور في مدينة هيرلبيك في اللهجة الشامية إذا قلت مثلاً قهوة بدلاً من قهوة هذا يعني أنني بدوي أنا من الريف قهوة بدلاً من قهوة أنا لا أستطيع أن أقول لك أن هذا الشيء يعني بدوي أو ليس بدوي ولكن الأشخاص الذين يعيشون بمدينة دمشق أو هم أيضاً من مدينة دمشق نقولون دائماً نحن لا نقول القاف بشكل يعني عالي وإنما نقول بدلاً من القاف نضع الهمزة ونقول أهوة أنت قلت أدلاً من قلت لذلك يكون هناك بعض الاختلاف نعم ودمشق هي مدينة كبيرة وهو قال ذلك يعني في المدن الكبيرة هناك دائماً فرق بين الريف والمدن الكبيرة ويجب عليك أن تهتموا بذلك الموضوع إذا قلت قاف هذا يعني أنت من الريف أنت لا تعلم ذلك؟ هناك الكثير من المدن التي تقول بدلاً من الهمزة القاف وهم ليسوا من الأرياف ولكن هناك مدن تتحدث بالقاف وأيضاً تتحدث بالهمزة وهذا الكلام يعني ممكن أن يفهم بطريقة مسيئة لذلك أنا لا أحب أساساً الكلام بهذا المجال أنا سوف أسألك أنت تعرف كلمة في الأمانية نحن نقول أنت تعرف يعني الأم من الأم هي الأوما الجدة أليس كذلك؟ لا , آآ هل تعرف مرادف لهذه الكلمة؟ مرادف مronفة أخر chat مرادف لكلمة الجدة باللغة العربية؟ باللغة العربية نعم مرادف لكلمة الجدة باللغة العربية واللهبة الفصحة sería اللغة العربية أن marketers من اللهجة الشامية من اللهجة الشامية نستطيع أن نقول إن Mengجو scout تتغاية هذا كثير ليس كذلك هناك كتاب لتعلم الوات العربية الفصحة واللهجة الشامية واللهجة المصرية في نفس الوقت ويمكنك أن تختار هل تريد أن تركز على اللهجة الشامية أو المصرية أنا أخترت الشامية وفي هذا الكتاب أنا تعلمت لدي ثلاث كلمات لشخص واحد هذا الكثير وأنت قلت كلمة جديدة نينة وضعت ذلك في الصف وقالت طالبة لدينا أيضا نينة هذا الكثير في ألمانيا لدينا فقط كلمتين وما قوس موتا هذا أيضا جديد بالاهتمام نعم لدي الآن أنا قلت الدافع الأول كانت النغمة 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 اللغة العربية النغمة اللغة العربية والخط أيضا الخط أيضا نعم إلى حد ما بعد ذلك أنا قلت أنا أعاني منه فقط أنا كثيرا أنا ركزته في إتقان الخط وليس في استبتاع من الخط بعد فترة ولكن أنت لديك أيضا أهداف أخرى الآن من اللغة العربية نعم هل تستطيع أن تقولها لنا؟ يعني أو بالشامية بالشامية فيك تقلنا ياها واو واو أنا لم أقرأ كتابا عاديا بالعربية حتى الآن لدينا في مدينة كولن مكتبة يعني مكتبة للمدينة Start Bibliothek وهناك يعني رفوف مع الكتب باللغات الجنبية العربية التركية أيضا الكرمانجية يعني الكردية وأنا رأيت كل هذه الكتب وكلها يعني حتى الرواية أنا أتفالى قراءة الروايات يعني لا يمكنني عادة قراءة الروايات ولكن بالعربية أنا أعتبر ذلك كتحدي جميل يعني قراءة كتابا عاديا ليس تفسير القرآن ليس كتابا علميا ولكن مثلا كتاب كرواية أو كتاب عن التطوير النفس تطوير النفس هذا أيضا مفيد يعني أنا أود أن أقوم بذلك يعني هذا هدف مهم أنا أقوم بنفس الشيء بالإنجليزية والفرنسية وأنا أود أن أقوم بنفس الشيء بالعربية يعني أنا أختار أود أن أختار كتابا واحدا وأنا أهتم بموضوعي جدا مثل تطوير النفس وسوف أحاول أن أفهم محتوى الكتاب مع القاموس ولكن من وجه النظري أنا سوف أحتاج إلى مساعد إلى مدرس بسبب عدم الحركات أنا أحيانا أنا أقرأ النصوص أنا أفهم كل شيء ولكن أنا ألفظ بشكل خاطئ الحركات لذلك أنا أظن سوف أختار مدرسا وهو يدرسني عبر الإنترنت وسوف نقرأ معا الكتاب وهذا الشيء أيضا لأنك الآن قلت مدرس عن طريق الإنترنت أنا أعرف أن لديك أيضا عن قناة على اليوتيوب وحاولت من خلال هذه القناة أن تعلم اللغة الألمانية للماطقين باللغة العربية عن طريق الإنترنت نعم أنا حاولت ذلك أنا لا أعلم إذا نجحت في ذلك أنا أتخيل أنك نجحت في ذلك لأن لديك أيضا شعبية على قناة اليوتيوب لديك فلذي أريد أن أعرفه منك هو ماذا كانت دافع لديك حتى تقول أوكي أنا أريد الآن أن أعمل قناة يوتيوب وأعلم اللغة الألمانية للناطقين باللغة العربية أنا لاحظت كمدرس وكمتعلم اللغة العربية أن هناك فرق بين الطلاب مثلا إذا كان هناك طالبا ولغتي الأم هي مثلا الإيطالية اللغة الإسبانية اللغة الإنجليزية اللغة الهولندية أي لغة وهي تستخدم الحروف اللاتينية الأمر له أسهل بكثير من أن نعتقين بالعربية أو أن نعتقين باللغة الفارسية هذا يعني هذا أول شيء أنا لاحظت ذلك مثلا نحن نحتاج إلى كثير من الإملاءات لهؤلاء الناس يعني أن نعتقين بالعربية يحتاجون إلى ذلك أو أن نعتقين بالفارسية أيضا أن نعتقين بالكورمانجية عادة أيضا في قراءة النصوص في كتابة النصوص مثل أنا أنا لدي أنا إذا كتبت نصا بالعربية هذا أصعب بكثير من الكتابة بالإنجليزية هناك أخطاء قليلة بالإنجليزية فقط بسبب الحروف اللاتينية هذا الشيء واحد الشيء الثاني لدينا يعني هناك قليل من الناس قليل من اليوتيوب يعني أو من الناس على اليوتيوب إنسرام أو فيسبوك يدرسون اللغة الأمانية بالعربية وهو نعتقون كلغة الأم أنا شاهدت الكثير من الفيديوهات وأنا أحترم هؤلاء الناس يعني هم يعنون كثيرا في تعلم اللغة وفي تدريس اللغة وأنا أقول لنفسي أوكاي فليب الأمر أسهل لك يعني أنت تفهم الأكوزاتيف والدعاتيف يعني كل هذه الأشياء من القواعد بشكل أدق يجب عليك أن تساعدهم ويجب عليك أن تبدأ بقناتك يعني هم يحتاجون إلى ذلك يعني المشاهدون يحتاجون إلى ذلك نعم وهذا كانت دافع يعني هم يحتاجون مثلا أنا لم أصور حتى الآن أنا ظن فيديو بالإنجليزية أنا أرتقن اللغة الإنجليزية بشكل أعمق من العربية بدون ليول المقارنة ولكن أنا رفضت ذلك إذ أن هناك الكثير من القانوات على اليوتيوب يدرسون اللغة العمانية والعداد العمانية وكل هذا بالإنجليزية لذلك أنا قلت من البداية يعني من المحتمل أنني لن أستخدم لن أدرس في الإنجليزية لسنوات طويلة يمكنني ذلك ولكن يعني من سوف يستفيد من ذلك أفهم عليك وأنا بتصوري أنك نجحت من خلال هذه الفكرة واستطعت مساعدتك الكثير من الأشخاص عن طريق المجان بتعلم اللغة العلمانية بشكل آخر وطبعا الشيء المهم أيضا عن طريق فيديوهاتك أنك تلفظ الكلمات والأحرف وكل شيء بمستوى اللغة الأم لأنك أنت ناطق اللغة العلمانية على مستوى ناطقين أصليين باللغة ولكن أنت الآن من خلال هذه المشكلة التي مرينا فيها أو التي نمر بها بعد مشكلة كورونا وهنا في ألمانيا أغلقت جميع المدارس ولم يعد هناك مجال للتدريس عن طريق المدارس عن طريق المدارس بشكل مباشر فأنت أيضا أتيت بفكرة جديدة من خلالها أحببت أن أن تعمق فكرة تعلم اللغة الألمانية وعن طريق الإنترنت بالإنترنت بالدجيتال نعم رقميا نعم نعم بسبب كورونا لا يمكننا التدريس التقليدي حاليا وأنا أتوقع هذا الأمن يحتاج إلى أشهر أو سنة يعني لا نعرف حاليا وفي البداية لم أرد التدريس الرقمي لم أرد ذلك فقط هذا يعني لماذا أنا أحب تصوير الفيديوهات أحب أن أنشر المنشورات على الإنسرام والفيسبوك أنا أحب ذلك ولكن التدريس قلت لنفسي لا أود أن أدرس فقط شخصيا بسبب كورونا أنا فهمت أن هناك يعني إيجابية نقطة إيجابية جدا في التدريس الرقمية ألا وهي مثلا أنت يمكنك أن تختار المدرسة في كل العالم إذا عشت مثلا في مدينة لنأخذ أي مدينة مدينة منهام أو أي مدينة متوسطة للحجم أنت يعني محدود في الإختيار يجب أن أنت لديك خمس مدارس لتعلم وأوكي مثلا أنت لا تحب هذا المدرس وهذا المدرس لا يحبك أنت لديك مشاكل مع هذه المدرسة أو لا تحب طريق طويل ولكن أنا فهمت أوكي ما على الإنترنت يمكنني أن نختار المدرسة الآن ونعم قمنا بالتأسيس هذه المدرسة Deutsch T1 وندرس اللغة أنا و زملائي وفي اللغة الألمانية يجب علينا أن نقول زملائي وأنا هذا من الإحترام في اللغة الألمانية في الثقافة الألمانية ندرس اللغة الألمانية بشكل يعني لدينا صفوف وندرس اللغة مثله في المدرسة التقليلية ونحاول أن نأخذ النقطة الإيجابية في التدريس الرقمي مثلا نقطة إيجابية أحيانا هناك شخص هو ثاثاء جدا يعني ويتحدث كثيرا ويجب عليك أن يعني أن تتود وأن تتحدث عن الموضوع المقبل لا يمكنك ذلك في الصف التقليدي لا يمكنك نعم في المدرسة التقليدية مثلا لا يمكنني أن أسكت التعليب يعني بشكل مع التكنولوجيا يجب علي أن يقول أوكاي سوف نتحدث عن ذلك الموضوع ولاحقا وفي الإنترنت في المؤتمر زوم يمكنني ذلك أوكاي أنا أغلق المايكروفون أوكاي أنا أكمل الدراسة يعني نعم هناك نقطة إيجابية في التدريس الرقمي والنقطة الإيجابية أيضا في التدريس الرقمي أنك لا تدرس أشخاص فقط يعيشون في ألمانيا وإنما في كل عالم كما قلت لي أنت تدرس أشخاص من مختلف في أنحاء العالم أنا أحب ذلك هناك شخص هو يعيش في القائرة هناك شخص آخر هو يعيش في أظن يوما ما يعني أنا أتمنى ذلك يوما ما في الصين هذا أنا أستمتع بذلك أنا أسأل أوكاي كيف هو تقص في مدينتك في كانانو برازيليا الصين أنا لا أدري أنا سوف أترك أيضا رابط لمدرستك الأونلاين على الإنترنت إذا كان هناك أي شخص يحب أيضا تعلم اللغة الألمانية من أي مبلد كان الشرط الوحيد فقط أن يكون لديه إنترنت جيد ومن خلال هذا سوف يستطيع أيضا تعلم اللغة الألمانية عن طريقك إذا قلت لك الآن أعطني نصيحة واحدة فقط لتعلم اللغة لتعلم اللغة العربية أو لتعلم اللغة الألمانية بشكل جيد التواصل مع الناس التواصل مع الناس الذين يتحدثون هذه اللغة أنا قمت بنفس الشرط العربية أنا أخترت الناس وأنا أخترت الناس المؤهلين يعني يلقنون اللغة بشكل جيد أنا أخترتهم ليس بصدفة أنا أخترتهم التواصل مع الناس مشاهدة الفيديوهات حتى فيديوهاتي أي يعني لن تكفي لن تكفي اللغة هي التواصل مع الناس والناس الشخص الكثير من الناس أنا ألاحظ الكثير منهم لم يفهم أو من الممكن سببه النسيان الأطفال الأطفال يتعلمون مع الناس التواصل مع الناس شكرا جزيلا بكل سلوة والآن أنا أعتذر إذا كنت عم بحكي شوي بالعربي الفصيح وشوي بال أنا أشكرك لأنك تحدثت يعني تغيرت اللكنة أنا أشكرك عفوا 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 ولكن يعني أعذروني أنا أستسمح من الجميع الذين يقولون ما هذه العربية الفصحة السيئة لذلك أنا أعتذر من الآن عن هذا الشيء بالنسبة لي أنت تستطيع تحكلم باللغة العربية الفصحة بشكل أحسن مني وهلأ نجي للثلاث أسئلة الأخيرة بالحلقة بعدها وحابب أسألك مدار كيف بتعبر عن شخصك بخمس كلمات مدار هو شخص يحب التحديات مدار هو شخص يحب التواصل مع الناس ثانيا شخص اجتماعي شخص يحب التقدم في أي مجال هذا كل ملازمة مدار ما هذا تحب أن تقول لمدار قبل تقريبا كيف يحب التواصل مع الناس يجب عليك أن تتابع قلبك يجب عليك أن تتابع قلبك جوابك كان سريعا هذه المرة بدون شك بدون شك تعرف تماما ماذا أو تعرف تماما ما الذي كان يجب على مدار الصغير أن يفعله من الأساس أنا أفكر كثيرا بالماضي أنا أفكر كثيرا في الماضي أحيانا هذا ليس جيدا ولكن النقطة الإيجابية هي أنني أعلم بالضبط ما هي أهم الأخطاء في الماضي لذلك النصيحة واضحة يجب عليك أن تتابع قلبك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الصراحة فليب وأحب الآن أن أعرف منك القول الذي تتبعه دائما قول أنت سمعته قرأته أو أنت بنفسك كتبته وقلت أن هذا هو القول الذي أمشي عليه في كل حياتي الإيجابية دائما تنتصر إيجابي أكثر من هيك ما عد فيه هذري فرشتان كيف نشميع إيجابية ألستاذ كنت أريد أن أقول هذا بلكنتي لأنه شيء رائع جدا الذي قلته أن الإيجابية دائما تنتصر فهو شيء إيجابي بحد ذاته لذلك يجب أن نكون إيجابيين والإيجابية نجدها في الظروف السلبية هذا هو المهم ليس أنت في قمة سعادتك أنا أعشر بالتفاؤل أنا لم أقصد ذلك أنا أقصد أنت شخص إيجابي في ظروف صعبة أو بكل ظروف بكل ظروف إن كان الظرف إيجابيا أو إن كان الظرف سلبيا أو إن كان الظرف سيئا أو ما إلى هناك المهم أن يكون هناك دائما جرعة من الإيجابية شكرا جزيلا شكرا جزيلا على صراحتك شكرا جزيلا على انفتاحك للقناة شكرا جزيلا على تكلمك باللغة العربية والآن أحب أن أنهي الحلقة أيضا بكلماتك عندها مضر أريد أن تتخيل أني الآن أعطيك هاتف محمول وأقول لك من خلال هذا الهاتف تستطيع أن ترسل رسالة SMS لكل شخص على هذه الكرة الأرضية ماذا تحب أن تكتب؟ ما هي الجملة التي تحب أن تكتبها لكل شخص على هذه الكرة الأرضية؟ كن لطيفا مع كل واحد وأنت كنت لطيفا معي جدا بأنك أتيت من مدينة كولن إلى مدينة يوسبورغ وهو مسافة تقريبا بعيدة شكرا أنا أشكرك أنا أشكرك جدا بالفعل على مجيئك إلى هنا وأتشكرك أيضا على قبولك التعود بشكل عام وأن تتحدث إلى جمهورك إلى جمهوري إلى جمهور هذه القناة وتعطينا القليل من النظرة عن قرب عن حياة فليب وكيف تعلم فليب اللغة العربية وما هي الصعوبات التي واجهته وما هي الصعوبات أو ما هي أيضا الخطوات التي يريد فليب أيضا فعلها مع اللغة العربية وكيف هو يريد أن يحسن أيضا من اللغة العربية فأشكرك شكرا جزيلا العفو تعالكم اليوم وهلأ أنا بتشكركم كمان وبتشكركم كثير على استماعكم للحلقة وبتمنى أن الحلقة تكون حقابة بيتوها وعجبتكم وبتخيل أنا كمان أنه فليب كان اليوم ضيف كثير أو مضر كان ضيف كثير لطيف وخفيف الدم وقدر يعطينا شوية لمحة عن حياته وبتخيل أنه الشخص يسمع شخص تاني عم يحكي باللغة العربية بهاي الطلاقة وبهاي القدرة فهذا الشيء بيعطي بيعطينا القوة أنه نقول أنه ما في شيء مستحيل وأي شخص عم يقول أنه اللغة الألمانية اللغة صعبة هذا الشيء هو لازم يعرف إذا سمع هذه الحلقة أنه هذا الشيء ما له صحه وأنه أي شخص بدأ يتعلم أي لغة هو بيحبها بس لازم يكون عنده طاقة إيجابية بشكركم كثير إن شاء الله طرقكم صحة وخير بشوفكم الحلقات الجاية سلام اشتركوا في القناة